ومعظم المدربين اللي في الخمس سنين فاته كان دايماً أول ما مدرب بيمشي يروح ماسك في الإدارة والإدارة هي السبب والإدارة تطلع تهاجمه المرة دي مفيش حاجة وحتى الإدارة يعني جابت الرجل وعملوا الفيديو وراجل يعني باين قدام الناس يعني بالك دي كانت مهمة جداً كانت مهمة المطدر المصور والإدارة ليه عشان الناس دايماً عندها الخلفية لأنه مطدر عمل مشكلة كانوا يشتغلوا عليه النادي والإدارة ومطدر أنه هو أنت السبب وانت رضي يعفل راجل بيقول ما أنا ماشي المرة دايماً عندش حاجة هو فعل وخلي بالك أول مرة إذا ماك مثلاً بيخسر المقاولين دايماً بتتكلمش بيتعادل مش عارف ما عمين ما بتتكلمش للساب السابق فات معنا سمع جروسكا إحنا نفسرنا وحزن كلنا نتمنى أن التعامل طبعاً السنين فاتت كل حاجة لكن كلنا نتمنى أن التعامل يبقى معنا زي ما كان مكارتلون إحنا أولاد النادي وراجل الليجند في النادي سيبك أنا راجل سافرت وانا صغير ورجعت لكن كنا نتمنى أن التعامل معنا يبقى 40% من اللي حصل مع كارتلون راجل يعني تعامل يعني وعليش ناسه راجل تعامل معاملة كأنه أوروبا كل حاجة فهي هي هي الحركة عارف إيه إن إنت حتى كمجد شخص بيك إنت رايضة يعني داخل حالة بطولة أفريقيا ممكن تاخد البطولة تحطلك في السيبي بتاعك إنت قدت اتنين واحد مع مازينبي واحد مع الزمالك وروحت خلاص لحتة الصعبة يعني فإنت جايش سيدة كله عشان هتاخد فلوس كتيرة وكل حاجة بس إنت لو قدت البطولة دي هتاخد فلوس كتيرة برضو وبس هتمشي من مصر والناس كلها بتقول إنت أحسن واحد جيت مثلا أو من أحسن ناس جيت في مصر لكن إنت دلوقتي لما تيجي تمشي من مصر الشكل ده أعتقد ما فيش حد هيجيه أنا هيخاف التعامل بالشكل ده مع مدربين يخوف أي إدارة تيجي بعد كده تعمل مع هذا المدرب هيقولك إيه إذا ساب الناس ومشي فص ليس لا أعتقد إن هو إني بقى لي دور تاني في مصر مستحيل عيب عيب في مصر ممكن مع عندها معينة يعني عيب قلي لأن الاشئنستوه شطرين جداً وعارفين إزاي إن هم بيشتغلوا عالي كويس جداً وهو هيبقى ليه ده ما لما تخوفني هيا كنت حاسب على زماني؟ لا أسيبك أنا بكلم على الفكرة يا تبايدو إن انت واحد يبقى قاعد مع الناس بيأكل وبيصرب ومخصوط ويصحى تاني يوم الصبح يوم يا جماعة أنا ماشي سامو عليك وقبل عيب قبل وقت مهم جداً جداً يعني امشي بس ماشي بعد بطولة عيب يعني قول من بادري مثلاً أنا عايز أمشي بس أنت فجأة كده تصحى منهم أنا عايز أمشي يا جماعة عشان جالوا فلوس أقدر قعيب يعني حتى مستوى حضاري انت راجل فرنساوي وأكيد عندك يعني أخلاقيات ومتعلم الزبادئ والأخلاق والحاجات دي كلها ما ينفعش تسيب الناس فجأة كده خاف انت ريح البديل الأفضل؟ خاف انت ريح البديل الأفضل؟ هو بديل الأوفورد حالياً يعني ظروفها مناسبة لي لأن هو في النادي وكابتن طارق هيجيبني نصف ببديله هيلعق بيومين